النهاردة قرعت كأس العالم الجولة النهائية اللي بتقام على مباراتين مصر كانت في مواجهة السنغال حنلعب المباراة الأولى هنا ثم المباراة التانية مع سود التيرانجا موجودة في السنغال كانت المواجهات كالقاتي السنغال حتواجه مصر الجزائر حتواجه الكاميرون نيجيريا حتقابل غانا المغرب والكونغو الديمقراطية وتونس ومالي هكذا كانت المواجهات الخاصة بالجولة الحاسمة من تصفيات كأس العالم ولكن حابب أقول يا أسامة أن أنا جاي كده بسمع ردود الأفعال شفت كلام أنا مش حابه يعني الكلام أن مواجهة السنغال أو تونس كانوا أسهل مواجهتين لمنتخب مصر أنا شخصيا مش عارف بناء على إيه الناس بتشوف كده أو البعض بيشوف كده أنا شخصيا ما كنتش أفضل مواجهة السنغال عندنا حظوظ وأكيد لازم في كل الفرق نؤمن عندنا حظوظ ولكن هي مش من أسهل المواجهات السنغال مصنفة الأول على مستوى إفريقيا الاعتقاد بأن التعادل مع ملاوي وغنيا في كاس الأمم هو مؤشر لأن السنغال ليست بخير أنا مش متفق مع ده السنغال عندها طول الوقت عقدة في كاس الأمم الإفريقية وصلت النائق مرتين 2002 و2019 وفي المرتين خسرت على الجانب الآخر في آخر 20 سنة كانت بتوصل كاس العالم مرتين مصر وصلت في نفس الفترة مرة واحدة ورغم أن عندنا سبع أمم أفريقيا يا جماعة الأمور لا تقص هكذا مباريات تصفات كاس العالم مختلفة طول عمرها يا أساني بص إحنا أصلا لو حطينا الخمس منتخبات اللي المفترض كنا نقابل منتخب منهم فلازم نبقى عارفين أن ما فيش أصلا أي مواجهة هتكون صعبة ولكن بالنسبة لي على المستوى الشخصي أنا ممكن أختلف معاك مش من قوة السنغال لا من فكرة إزاي إحنا مواجهتنا مع المنتخبات العربية بتكون شديدة الحساسية ولا يخدعنا إطلاقا مستوى الجزائر في أمم أفريقيا ولا يخدعنا إطلاقا مستوى تونس ولا مستوى المغرب لما تكون مباراة العودة في أحد هذه البلدان الشقيقة بيكون فيه استنفار بشكل كبير جدا وشفنا بالتأكيد في البطولة العربية إزاي كان مواجهة حماسية بين منتخب مصر والجزائر بالتأكيد الروح الرضيقة موجودة وستستمر موجودة ولكن أنا بميل للفريق الأفريقي ولكن لما تيجي تميل حتى للفريق الأفريقي فأنت هتلاقي أصلا أن كل المنتخبات الخمسة سابقينك في التصنيف لكن منتخب السنغال ربما ليك معاه بعض الحظوظ على مستوى الطريقة اللي بتتقال الكعب العلي بالتأكيد الكعب العلي ده ما بيكسبش مباريات ولا هينزل يلعب في الملعب مستوىك هو اللي هيلعب في الملعب إحنا طالبين أن منتخب مصر يكون في مستوى أفضل من اللي إحنا بنشوفه بالتأكيد دعامين بشكل كبير جدا لمنتخب مصر بالتأكيد لا صوت يعلق فوق صوت منتخب مصر عندنا مواجهة قوية جدا في هام أفريقي ومواجهة أخرى مع منتخب السنغال وسنائية ليفربول محمد صلاح أمام ساديو مانيه سنائية كمان لأفضل حراس مرمى في أفريقيا حاليا محمد الشناوي مع أفضل حارس مرمى في العالم إدوارد مندي بالتأكيد المواجهة تكون صعبة جدا ولكن هو لا مفر بالنسبة لنا الخمس منتخبات هي منتخبات صعبة جدا بدليل فارس تواجدهم في التصنيع